إلى كل من يحب أن يحسن ابنه في مادة الرياضيات هذه مهارة باش نعلم هالكم اللي تعطي النتيجة بسرعة البرقة في ثانية تتحصل على نتيجة جمع عدد مع عدد في ثانية باش نعرف مع بعضنا كيفاش هذه أولاً الطريقة هذه طريقة صاروخية لجمع الأعداد علموها لابنائكم مهارة عقلية باش يكون صغيرك متميز عن أقرانه اللي هو يمتلك بعض المهارات اللي تساعدو في الرياضيات وتحبو أيضاً في مادة الرياضيات تابعو الفيديو من الأول للأخر باش تعرفو كيفاش نستعملو للقاعدة هذي ووقتيش نستعملوها للقاعدة 75 معاها 57 به خمسة معا سبعة اثنى عشر نجيو لهنين نكتبو اثنى عشر به واثنين معا واحد اثلاثة النتيجة مالا 132 في ثانية تحصلنا على النتيجة امتاعنا كيف كيف لانا عنا ستة وخمسين معا خمسة وستين خمسة معا ستة تطلع عنا احدش واحد معا واحد تطلع عنا اثنين نتيجة مائة وواحدة وعشرين اللي ما هوش مصدق انه جم يستعمل الكالكولات ريس باش يتأكد من نتيجة امتاع العمليات اذما الكل به لهنين تسعة وستين معا ستة وتسعة ستة معا تسعة قديش تطلع تطلع عنا خمستاش به خمسة معا واحد تطلع عنا ستة اذن نتيجة مائة وخمسة وستين تسعة وثلاثين معا ثلاثة وتسعين عنا لهنين تسعة معا ثلاثة فطلع عنا اطناش واثنين معا واحد تطلع عنا ثلاثة اذن مائة وثلاثين ما لهنين تحصلنا على نتيجة كل عملية في ثانية نتيجة جم عدد معا عدد وقتاش نستعمل القاعدة اذية اذية مهمة جدا وقت اللي يكون لهنين الرقمين اللي بجنب بعضهم لقراب لبعضهم يكونوا كيف كيف والرقمين اللي بعاد على بعضهم كيف كيف زيدا لهنين الرقمين اللي قراب لبعضهم سبعة وسبعة كيف كيف والرقمين اللي بعاد على بعضهم خمسة وخمسة كيف كيف لهنين في العملية الثانية الرقمين اللي قراب على بعضهم خمسة وخمسة كيف كيف واللي هنا الرقمين اللي بعاد على بعادهم ستة وستة كيف كيف العملية الثالثة الرقمين اللي قراب على بعادهم ستة وستة واللي بعاد على بعادهم تسعة تسعة واللي هنا تلاثة تلاثة تسعة تسعة ما لا أعرفنا وقتاش نستعمل القاعدة أذية وقت يكون مالا الرقمين اللي بجنبه بعدهم كيف كيف والرقمين اللي بعد على بعدهم كيف كيف الطريقة أذية تساعد صغيرك باش معناها يعطي الإجابة بسرعة البرقة مثال المعلم يكتب العملية ويعرف اللي تنطبق عليها القاعدة أذية ديرك تيعطي النتيجة ويعلم الطريقة أذية أو المهارة أذية للسحاب وينجم يتحدى بالمهارة أذية زيادة سحابه حتى المعلمين امتاعوا شكرا على حسن المتابعة بالنسبة للمشتركين في القناة فما برشا قالوا لي الفيديو يتماجي قاعدة تصل لكم لذلك نقول لكم إلغوا الاشتراك في القناة وعودوا اشتركوا في القناة وضغطوا على الجرس الكل وخليوا تعليق في أسفل الفيديو وعملوا لايك باش يوسلكم اشعار كل فيديو يجيدوا وعلمتوها لصغاركم وبالنسبة للمشتركين تعملوا بنفس الطريقة بنفس المراحل اللي قلتها تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس الكل باش يوسلكم اشعار كل فيديو يجيدوا متبخلوش جعليني اذا كان عجبكم الفيديو اعملوا لايك وخلونا بصمتكم اسفل الفيديو وقولونا المهارة هذه عجبتكم وإلا لا وطبقتوها وإلا لا وعلمتوها لصغاركم وشنية كان رد فعل متاع صغاركم هل ترى المهارة هذه عجبتهم وإلا لا دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة